أربع سنوات من الاعتقال والتعذيب للمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي لم تكن كافية للإفراج عنهم بل عمدت المحكمة التابعة للميليشيا إلى استصدار أحكام ضدهم دون النظر للطلبات المختطفين وفريق الدفاع عنهم منظمة سام للحقوق والحريات أكدت في بيان لها أن المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي أنتهكت كافة إجراءات العدالة وقواعد المحاكمة بحق 36 معتقلا في سجونها المنظمة طالبت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى التدخل لوقف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط داعية في الوقت ذات ميليشيا الحوثي إلى التوقف فورا عن التنكيل بالمعتقلين في السجون وتشير العديد من التقارير إلى قيام ميليشيا الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين بالتنكيل بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة مانعة عنهم الزيارات الأسبوعية خاصة في سجن الأمن السياسي بصنعاء وتستخدم الميليشيا المحكمة حاليا كأداة قاسية لابتزاز خصومها والتنكيل بهم ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية ويرى مراقبون أن مواصلة ميليشيا الحوثي لانتهاكاتها بحق المختطفين في سجونها يعد إخلالا ومأرقلا كبيرا لاتفاق السويد الذي يدعو للإفراج عن المختطفين وأمام هذا يقف المجتمع الدولي عاجزا أمام وضع حد لممارسات الميليشيا بحق المعتقلين وهو ما عده مراقبون ليس فشلا لسياستها وحسب بل تشجيعا لها في مواصلات انتهاكاتها مستقبلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر